بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة الفضل على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين مرشاهدين الأفاضل السلام الله عليكم وأهلا بكم معنا في هذا البث الحي من الدين والحياة من أسرة برنامج الدين والحياة نتقدم إليكم بمناسبة عيد الله الأكبر بأرقى التحايا وتقبل الله أعمالكم وكل عام وأنتم موالين متباركين بوثيقة النجاة بولاية علي أمير المؤمنين عليه صلى الله عليه وسلم من نص خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الغدير يقول الله جل وعلا ما يبدل القول لدي بأمرك يا رب أقول اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه والعن من أنكره اللهم إنك أنزلت الآية في علي وليك عند تبيين ذلك ونصبك إياه لهذا اليوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اللهم أني أشهدك أني قد بلغت معاشر الناس قد ضل قبلكم أكثر الأولين والله لقد أهلك الأولين وهو مهلك الآخرين إن الله قد أمرني ونهاني وقد أمرت عليا ونهيته بأمره فعلم الأمر والنهي لديه فاسمعوا لأمره تسلموا وعطيعوه تهتدوا وانتهوا لنهيه ترشدوا وصيروا إلى مراده ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله إنما أكمل الله جل وعلا دينكم بإمامته فمن لم يأتم به وبمن يقوم مقامه من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة فأولئك الذين حضطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وفي النار هم خالدون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون معاشر الناس أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم باتباعه ثم علي من بعدي ثم ولدي من صلبه أئمة الهدى يهدون إلى الحق وبه يعدلون ألا وإني منذر وعلي هاد إني نبي وعلي وصي ألا وإني رسول وعلي الإمام والوصي من بعدي ألا وإني والدهم وهم يخرجون من صلبه معاشر الناس إني قد بيّنت لكم وأفهمتكم وهذا علي يفهمكم بعدي ألا وإني عند انقضاء خطبتي أدعوكم إلى مسافقتي على بيعته والإقرار به ثم مصاقفته بعدي ألا وإني قد باعت الله وعلي قد بايعني وأنا آخذكم بالبيعة له عن الله جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يضل الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما يوم الغدير ماذا يمثل لأهل السماء وماذا يمثل لأهل الأرض الجواب رفق الضيف العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان باسمكم مشاهدين الأطائب ورحبوا بضيفي الكريم السلام عليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والبركة كل البركة للمولى صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه الغدير وحديثه متواتران لكن الأدق أن حديث الغدير هو الذي أبقى الأمة متواترة على القاسم المشترك الجامع لها وعلى الصراط المستقيم الذي يجب عليها السير وفق خطه إن حديث الغدير لا ينبغي بحثه بجفاف من حيث النظر إلى السند والمتن بل يجب اعتباره متن المتون الذي عليه ومن خلاله يعلم القرآن وتأويله والسنة ومعانيها وفي الغدير كانت ذروة التبليغ ورأس الإطمئنان على الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله سأتشرف بنقل نص واحد من عشرات النصوص التي حكت الغديرة ومن ثم ننظر على وفق حجمنا طبعا في بعض ما يراكم على الغدير ويراكم الغدير عليه من مناقب روى عبد الله بن سنان عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيف بن أسيدن الغفار قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع ونحن معه أقبل حتى انتهى إلى الجحفة أمر أصحابه بالنزول فنزل القوم منازلهم ثم نودي بالصلاة فصل بأصحابه ركعتين ثم أقبل بوجهه إليهم فقال لهم إنه قد نبأني اللطيف الخبير أني ميت وأنكم ميتون وكأني قد دعيت فأجبت وإني مسؤول عما أرسلت به إليكم وعما خلفت فيكم من كتاب الله وحجته وأنكم مسؤولون فما أنتم قائلون لربكم قالوا نقول قد بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك الله عنا أفضل الجزاء ثم قال لهم ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إليكم وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث بعد الموت حق فقالوا نشهد بذلك قال اللهم اشهد على ما يقولون ألا وإني أشهدكم أن الله مولايا وأنا مولى كل مسلم وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهل تقرون بذلك وتشهدون لي به فقالوا نعم نشهد لك بذلك فقال ألا من كنت مولاه فإن علي مولاه وهو هذا ثم أخذ بيد علي عليه السلام فرفعها مع يده حتى بدت آباطهما ثم قال اللهم والي من ولاه وعادي من عداه ألا وإني فرطكم أو فرطكم وأنتم واردون علي الحوض وهو حوض عرضهما بين بصر وصنعاء فيه أقداح من فضة عدد نجوم السماء ألا وإني سائلكم غدا ماذا صنعتم فيما أشهدت الله به عليكم في يومكم هذا إذا وردتم إذ وردتم علي حوضي وماذا صنعتم بالثقلين من بعدي فانظروا كيف خلفتموني فيهما حين تلقوني قالوا وما هذان الثقلان يا رسول الله قال أما الثقل الأكبر فكتاب الله عز وجل سبب ممدود من الله ومني في أيديكم طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم فيه علم ما مضى وما بقي إلى أن تقوم الساعة وأما الثقل الأصغر فهو حليف القرآن وهو علي بن أبي طالب وعترته فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض قال معروف بن خربوذ فعرضت هذا الكلام على أبي جعفر عليه السلام أي على الإمام الباقر فقال صدق أبو الطفيل هذا كلام وجدناه في كتاب علي عليه السلام وعرفناه صحيح أن ألفاظ حديث الغدير اختلفت وفقا لمن نقلها ورواها لكنها في الجوهر مؤداها واحد أن الولاية التي لرسول الله صلى الله عليه وآله والتي هي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قد جعلت بأمر من الله ورسوله لعلي عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تشمل الكثير من المعاني العظيمة نذكر منها بمقدار ما يسعفنا الوقت النقطة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وآله سيسأل الأمة يوم القيامة عن خليفتيه فيها وهما كتاب الله وعلي وعترته لن يفترق يحني أحدهما الآخر بتحالف وثيق كان في تقدير حكمة الله عز وجل من قبل أن يبرأ السماء والأرض من هنا أجمعت الأمة على قول رسول الله صلى الله عليه وآله بحق علي عليه السلام علي مع القرآن والقرآن مع علي وقد أثبتها علي عليه السلام حيث أنه الوحيد بنص النبي الذي قاتل على تأويل القرآن كما قاتل على تنزيله روى أحمد بن حنبل عن أبي سعيد الخدري قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وآله فانقطع شسع نعله فتناولها علي يصلحها ثم مشى فقال إن منكم لمن يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله قال أبو سعيد فخرجت فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يكبر به فرحا كأنه شيء قد سمعه ورواه بأوضح من ذلك الحاكم النيسابوري في مستدركه عن أبي سعيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فانقطعت نعله فتخلف علي يخصفها فمشى قليلا ثم قال إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فاستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمر فقال أبو بكر أنا هو قال لا قال عمر أنا هو قال لا ولكن خاصف النعل فأتيناه فبشرناه فلم يرفع به رأسه وكأنه قد كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وإن من البديه أن لا يأذن الله ورسوله لأحد بالقتال على تأويل القرآن إلا العالم الأوحد به والمنصهر أحدهما بالآخر وقد أكدت أم سلمة هذا المعنى وذلك في رواية ثابت مولى أبي ذر قال شهدت مع علي عليه السلام يوم الجمل فلما رأيت عائشة واقفة دخلني من الشك بعض ما يدخل الناس فلما زالت الشمس كشف الله عني ذلك فقاتلت مع أمير المؤمنين عليه السلام ثم أتيت بعد ذلك أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله فقصصت عليها قصتي فقالت كيف صنعت حين طارت القلوب مطائرها قلت إلى أحسن ذلك والحمد لله كشف الله عز وجل عني ذلك عند زوال الشمس فقاتلت مع أمير المؤمنين عليه السلام قتالا شديدا فقالت أحسنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردى علي الحوط إن وصول النبي صلى الله عليه وآله بعلي يوم الذروة يوم الله الأكبر في الغدير أعطى لعلي عليه السلام من جملة ما أعطاه تلك الولاية التي تجعله يتصرف في القرآن قتالا محقا حتى مع زوج النبي على التأويل وهي صلاحية تشاوف لبعضها كل أصحاب النبي فكان الجواب لهم بلا يهدي للتي هي أقوام والتي هي أقوام هنا لا شك ولايته لأن بدون تلك الولاية التي منحها كاملة يوم الغدير سينغلق ما هو أقوام في القرآن على أفهام المعاندين وكذلك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فإذا كان علي مع القرآن والقرآن معه وجب أن تخشع له الجبال وحدها القلوب القاسية الجلفة هي التي لا تنالها النعمة وقد استعمل علي عليه السلام كل الأسليم التي تقود إلى القرآن وتهدي الناس للتي هي أقوام ومن خلال ذلك استطاع أن يكون هو الإمام دون سواه فقد سلك سبيل اللطف الذي جبل فيه القرآن ليوصل رسائله التأويلية من خلال ذلك نضرب على ما ندعيه مثالا واحدا فقد سئل الإمام علي عليه السلام عن أعظم جنود الله عز وجل فقال إني نظرت إلى الحديد فوجدته أعظم جنود الله ثم نظرت إلى النار فوجدتها تذيب الحديد فقلت النار أعظم جنود الله النار أعظم جنود الله ثم نظرت إلى الماء فوجدته يطفئ النار فقلت الماء أعظم جنود الله ثم نظرت إلى السحاب فوجدته يحمل الماء فقلت السحاب أعظم جنود الله ثم نظرت إلى الهواء وجدته يسوق السحاب فقلت الهواء أعظم جنود الله ثم نظرت إلى الجبال فوجدتها تعترض الهواء فقلت الجبال أعظم جنود الله ثم نظرت إلى الإنسان فوجدته يقف على الجبال وينحتها فقلت الإنسان أعظم جنود الله ثم نظرت إلى ما يقعد الإنسان فوجدته النوم قلت النوم أعظم جنود الله ثم نظرت إلى ما يذهب النوم فوجدته الهم والغم فقلت الهم والغم أعظم جنود الله ثم نظرت فوجدت أن الهم والغم محلهما القلب فقلت القلب أعظم جنود الله ووجدت هذا القلب لا يطمئن إلا بذكر الله فقلت أعظم جنود الله ذكر الله لقد ترجم علي القرآن على طريقة جده إبراهيم التي قادت الناس إلى التوحيد وعلي عليه السلام قادهم ويقودنا إلى أعظم جنود الله وهو ذكر الله النابع من القلب وليس من اللسان فحسب معطيا هذا الهامش للخلق في أن تبقى نفوسهم مطمئنة لكننا لن نقف عند هذا الحد فقط بل لا بد من أن نسير مع ذكر الله تعالى في جميع متفرعاته من أهم الأذكار التي كرسها الله تعالى في قرآنه أنه صلى هو وملائكته على النبي وأمر الناس أن يصلوا عليه فأدخلهم إلى حما له أباحه لهم حبا وكرامة بنبيه الذي حذر من الصلاة عليه الصلاة البتراء فلا بد من الصلاة عليه وعلى آله هنا عاد علي عليه السلام والتحمى بذكر الله إذ سيذكر مع آل النبي بالصلاة عليه وآله صلى الله عليه وآله هو ذكر يصلح أمور الدنيا والآخرة معا فقد قال صلى الله عليه وآله الصلاة علي وعلى أهل بيتي تذهب بالنفاق وقال إذا أردت أن يغنيك الله فصلي علي وعلى آلي اللهم صلي على محمد وعلى آله وعن عبد السلام بن نعيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني دخلت البيت الحرام فلم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصلاة على النبي وآله فقال عليه السلام ولم يخرج أحد بأفضل مما خرجت هكذا من خلال مثال واحد فتح لنا علي عليه السلام آلاف الأبواب من العلم القرآني والسماوي بما لا يتأتى لأحد غيره هو حارس التنزيل حام التأويل هو بذلك أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قال رسول الله النقطة الثانية أن الغدير كرس من جملة ما كرس أبوة علي مع رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه الأمة فقد قال صلى الله عليه وآله يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة وفي حديث آخر أفضل والديكم وأحقهما بشكركم محمد وعلي وقالت السيدة الزهراء عليها السلام أبوا هذه الأمة محمد وعلي يقيمان أودهم وينقذانهم من العذاب الدائم إن أطاعوهما ويبيحانهما يبيحانهما النعيم إن وافقوهما وعندما يغد علي يوم الغدير أولى بالناس من أنفسهم فهو الأب الثاني لهذه الأمة التي يجب أن تعترف له بهذه الأبوة التي حازها بمن وافقه وبمن خالفه روى أنس بن مالك قال كنا عند علي بن أبي طالب عليه السلام في الشهر الذي أصيب فيه وهو شهر رمضان فدعا ابنه الحسن عليه السلام ثم قال يا أبا محمد أعلو المنبر فحمد الله كثيرا وأثني عليه واذكر جدك رسول الله صلى الله عليه وآله بأحسن الذكر وقل لعن الله ولدا عق أبويه لعن الله ولدا عق أبويه لعن الله ولدا عق أبويه لعن الله عبدا أبق من مواليه لعن الله غنما ضلت عن الراعي وانزل فلما فرغ من خطبته ونزل اجتمع الناس إليه فقالوا يا ابن أمير المؤمنين وابن بنت رسول الله نبئنا فقال الجواب على أمير المؤمنين عليه السلام فقال أمير المؤمنين إني كنت مع النبي صلى الله عليه وآله في صلاة صلاها فضرب بيده اليمنى إلى يد اليمنى فاجتذبها فضمها إلى صدره ضما شديدا ثم قال لي يا علي قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنا وأنت أبوا هذه الأمة فلعن الله من عقنا قل آمين قلت آمين ثم قال أنا وأنت موليا هذه الأمة فلعن الله من أبق عنا قل آمين قلت آمين ثم قال أنا وأنت راعيا هذه الأمة فلعن الله من ضل عنا قل آمين قلت آمين قال أمير المؤمنين عليه السلام وسمعت قائلين يقولان معي آمين فقلت يا رسول الله ومن القائلين معي آمين قال جبرايل وميكائيل عليهما السلام الغدير كل هذه المعاني وأكثر وقد جفت وتجف غدران كثيرة في هذه الدنيا إلا غدير علي لا يزال ولما يزل لذة للشاربين يهدر بماء الولاية العذب سلسبيلا لا لغو فيه ولا تأثين هنيئا للمولى صاحب الزمان عليه السلام في هذا اليوم يوم الله الأعظم حياك الله نسأل الله القبول إيه ما في منه فاصل المشاهدين نتابع من بعده سير هذه الحلقة كرماً لأمراً أمراً لكم شكراً 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 لكم أهلاً بكم مشاهدين من جديد أهلاً بكم سلام حيات الله السؤال الأول في هذا البحث هل فاجأ النبي صلى الله عليه وآله المسلمين بإعلان يوم الغدير؟ لم يفاجئ النبي أحدا لا من المسلمين ولا من غير المسلمين بإعلان يوم الغدير خلينا نرسم خريطة بشري لمن كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وآله من خارج المسلمين المحيط كان في قوة عظمى اسمها الروم من أواسط أوروبا إلى سويح المتوسط في سوريا وفلسطين ولبنان والأردن إلى أواسط العراق إلى أواسط العراق لأن المناظرة كانوا حرس حدود تقريبا عند كسرة كانت القط المتقدم تبعهم الفرات الفرات نعم هلأ الأنبار وغيرها كانت على الأقل منطقة حدودي متنازع عليها وين لاقاهم رسول الله في تابوك بشمال الآن بشمال المملكة السعودي يعني هلأت كان نفوذهم ودولة عمرها ما يربو على الألف عام مش مزحة يعني وتمصر هراقلتها وإلا كانت الدولة موجودة بالشكل الوثني التي امتدت من روما وانفصلت عنها القسطنطيني وسميت بالقسطنطيني هي بيزنطة الاسم الأول حاضرة الروم كانت بيزنطة القسطنطيني هاو شو ديانتهم نصارى وكان في ذلك الحين قد تخذت القسطنطيني مركزية دينية أيضا في مقابل روما والكرسي الرسولي الذي يسمونه الكرسي الرسولي من ناحية العراق وفارس الأكاسرة وهم قوم مجوس وكنوا كمين دولة عظمة لهم امتداداتهم إلى اليمن كان الحاكم اليمني موظف عندهم حاكم محلي هذا شو بيعني بيعني أنه لهم نفوذ على شواطئ عمان وشواطئ الآن الإمارات وشواطئ البحرين أقصد المنطقة الشرقية من الجزيرة جزيرة نعم وقالها كيف واصلين على اليمن بدون ما يأمنون الخط البحري ومين بده يقفوا بوجههم يعني هاو القبائل العربية التي بالكاد تملك بلم يعني شخطورة صغيرة تقطع البحر الأحمر تجد دولتين مسيحيتين ربما فيهم غلبة للأرسيين أو الأرسيون أنزل عليهم حرم كنسي واتهموا بالهرتقة نسبة إلى آريوس الراهب الإسكندراني أصله ليبي من ليبيا والذي لم يوافق على مؤتمر نيقيا اعتبر أن الأقانيم الثلاثة منفصلة وليست جوهرا واحدا يعني التوحيد أن الإله المتفرد بالقدرة والصنعة هو واحد وهذه أقانيم الإبن والروح القدس متفرعة عنه بقايا الأريوسيين أو الأريسيين أو الأريوسيين على اختلاف كانوا في مصر وكانوا يشكلون عموداً فقرياً للقبط وأثيوبيا والحبشي وأريطيريا والصومان كانت تحت حكم النجاشي الذي هو أيضاً مسيحي أورتوذكسي بالنهاية هذا المحيط وكلهم علموا أن هذا نبي شو كانوا عم يخططوا يعقل دول كهذه لا يكون لها رؤوس حربات وعسس وعيون استطلاعي عامر الفاسق عامر الراهب شو كان عم يعمل بالمدينة كان يكيد للإسلام والمسلم ثم فر هرر إذن هاو الدول الكبيرة لها قدرات مالية قدرات استخباراتية قدرات وترصد طيب في الجزيرة كان اليهود يشكلون عموداً فقرياً هاماً وقد استعلوا على أهل الجزيرة بأننا أصحاب كتاب أعلم منكم مارسوا عليهم هيمنة ثقافية ورضي بها مشركوا العرب رضوا بهذه الهيمنة أيضاً كان فينا صارى في نجرانا وغيرها وهم شاءوا أم أبوا يتبعون دولاً كبرى كان لها حضورها النصراني الكبير جداً طيب بعد ثم تمشركوا مش بس قريش غطفان وهوازن وشيبان وذهل بني شيبان تنوع شرك وعرب الجنوب مذحج همدان وغيرها من القبيل نخع وغيرها طبعاً هاو بيرجعوا إلى قبيلتين رئيسيتين يعني فايش وحاشد وهمدان واحد والنخع والكبير مذحج أيضاً مشركوا وثنيهم كيف كانت تركيبة داخل المجتمع العربي تحديداً فإذاً فيه يهود ويهود عرب وفيه نصارى ونصارى عرب وفيه مشركون تنوعت وسائل الشركي لديهم بس بالمقابل كلهم هاو يعملون لصالح صندوق أسود على الأقل على الأقل بتقاطع المصالح على أن هذا الرجل جاء ليسفها ما نحن عليه سواء كانوا يهود أم نصارى أم مشركين أم وثنيين أم دهريين ما يهلكنا إلا الدهل وهوهم بتلاقي توليفه رافقت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص آباؤه الكرام على حمايته حماية محكمة من بعد حماية الله لأن الله له أمر هو بالغه عز وجل من هالمجموعات من دخل في الإسلام سماهم الله مجموعات مجموعة المنافقون الذين في قلوبهم مرض هاو كانوا بمكة قبل الهجرة الذين لا يرجون الآخرة الذين لا يرجون لقاءنا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وفي قل من المؤمنين كما وصفها الله عز وجل سواء في ورودهم بالآخرة ثلة من الأولين وقليل من الأخرين أو قليل من الأولين وقليل من الأخرين أو في الدنيا الحمد لله بل أكثرهم لا يؤمنوا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنوا فأزا بدنا مميز بين من حق ندمه وماله وعرضه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله وبين من دخل الإيمان في قلبه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم كان عم يطالبهم بأن الإيمان ليس حركة عقلية فقط يجب أن ترافقه خشوع يرافقه خشوع في القلب جيد من أول يوم ما بدي أحكي بالغيب وبحديث النور ومشاكل هذا بعدين تكشف من أول يوم من يؤازرني على هذا الأمر ويكون أخي وخليفتي ووصيي ووزيري من بعدي ما قام من أهله الأقربين إلا هذا الغلام الجبل الذي اسمه علي والذي كان قد قام بالطبخ وإعداد الطعام لإنذار العشيرة الأقربين أنا يا رسول الله فأقره على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قال أبو لهب لأبي طالب عين ابنك مسؤول عنك وبعدها الحادسة تفتحت الأعين صاروا يجيؤلول هل لنا من الأمر من شيء فإذا ثمت من يعتقد بأنه سيسجل نجاحا باهرا في نبوته حتى إجه بيقولوله ندخل معك بشروط أن يكون لنا من الأمر بعدك شيء هذا الكلام ما بيقولها واحد لا يعتقد بأن هذا الرجل سيكون له شاء منين جاب العلم حتما لم يوحى إليه وإنما ثمت منظومة تقرأ وتستشرف وتتكئ على ما في كتب الأولين وتوزع علما بمقدار أدمى واحدهم بيفهم بيعطوه بالمقدار اللي يمكن يستوعب مفروض يخل إدروا شكلوا حالي ليست هلامية على الإطلاق كانت من اللحظات الأولى لولادة رسول الله صلى الله عليه وآله متماسكة لكن ثمت متماسك يكون بهي المنظر ومرة متماسك بلغمي تعوفه نفسك هاو من هالشكل شفت أحيانا بيبقى فيه شحم مجلغم السندوق للتروس تبع الموتير كله سواء ايه؟ صحيح هيدا متماسك لكن بلغمي من أول يوم بدأ رسول الله يمهد الأجواء لعليه لم يدع صلى الله عليه وآله فرصة إلا وأبرز فيها إمامة علي عليه السلام مظبوط ولا لا هل أمر عليه أحد؟ أبدا كان إذا تواجد علي يكون هو الأمير من كان يحمل لواء رسول الله الأعظم علي علي هل سجل لنا التاريخ ولو بكذبي أن علي فر من قتال أبدا حين فر الآخرون يجي قرآن يتلى أعجبتكم كثرتكم فلم تغني لا ما أغنت عنكم شيئا كثرتكم وليتم الأدبار مدبرين وكانوا قد عاهدوا الله أن لا يولوا الأدبار يعني خالفوا العهد وفركوها يعني مش بس هربوا لا خالف العهد كرار غير فرار علي مع القرآن والقرآن مع علي علي مني كنفسي الآيات التي نزلت في علي لم تنزل في أحد من الصحابة على رأي أحمد بن حنبل الذي قال لم يحز أحد من الصحابة مناقب مثل علي هنا أدرك خطورة المسألة طيب قرآن أحكمت آياته فصلت أنزل على علم لم يفرد فيه بشيء لعند مين رايح بيفهمه مش نكرات بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في حدا يؤتى العلم ولا يدري كل بل الإنسان على نفسه بصير عرفوا أنهم محروم طيب إذا ابتلين بحارس للقرآن كهذا شو بدنا نساوي لذلك لما جاءوا يطالبونه ائتي بقرآن غير هذا أو بدله للإمام الصادق رواية في هذا الباب وأنا رأي الإمام الصادق أصدق الآراء ما اسمه الإمام الصادق بأن بدل الوصي بدله مش بدل ائتي بقرآن يعني بدله لماذا كرروا التبديل أو بدل الوصي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحذر من أن يبطش بأهل بيته بطشة لا يبقى منهم أحد لأنه سهل جدا أن تقول إن محمدا صلى الله عليه وآله وترى العرب فيه كل القبائل بمن وترهم وضعنا عنك وزرك الحرب بعلي عليه السلام ثأر القوم عند من عند اللي ولوا مدبرين ولا عند الذي صمد فشدخ آنافهم ما في أسهل من أنك تجيش الرأي العام باتجاه عليه وذرية رسول الله منحصرة بصلب علي عليه السلام بالحسن والحسين وزينب وأم كلثوم أنا ذاك وهجم الدار وكسر ضلع أو أضلع وأسقط جنين محاولات قتل بل هي قتل لذلك كان يريد أن يمرر هذه المسائل بحكمة متناهي بس لكن باستمرارية غير منقطعة أفعال الوضوء مو يشترط فيها الموالات ما فيك تغسل وجهك وتروح تأكل صندويشي وترجع تغسل إيديك الموالات التي كررها رسول الله صلى الله عليه وآله وصلت إلى يوم الذروي قبل ما يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة شو قال اليوم بعد في يوم قبل في كلمة يوم قبل اليوم يأس الذين كفروا من دينهم ما الذي أدخل اليأس إلى نفوسهم ما الذي جعلهم محبطين ما الذي جعلهم يراكمون العقاد علي عليه السلام علي عليه السلام لأنه الوحيد الذي الذي مع القرآن والقرآن معهم متحالفان يدخلان اليأس وإلى الآن ما حدا إذر اخترأ أد ما صرخه عيطه يبقى الحق ولو بثل قليل كما قال الله عز وجل لا تبدو فإذن لم يتفاجأ أحد لا هرقل في دمشق ولا غرب أفريقيا مصر وأثيوبيا والقرن الأفريقي ولا أول الكسرويين كانوا قد أصبحوا طرائق قدد واختلفوا فيما بينهم واليمن أسلست قيادها لرسول الله صلى الله عليه وآله بقي إرهاصات الجزيرة وبالتحديد قريش لإيلاف قريش التي رأت أن رسول الله ابتزها كثيرا من نحلها فما صدقوا يأمر الله بالتحاق رسوله به حتى يبتلوا بعلي ابن أبي طالب صلى الله عليه وسلم لذلك صاح صائحهم لا تجتمع النبوة والخلافة في بني أش لا ليش تجتمع النبوة والخلافة في داود وسليمان ولا تجتمع في محمد وعلي لماذا تجتمع النبوة والوصاية في إبراهيم وأسماعيل وأسحاب ولا تجتمع في محمد وعلي لماذا موسى وهارون ليش لماذا هذا الترتيب الراتب تأتون إلى علي فتريدون له أن ينخرم لماذا شو عدم مما بدأ من هنا لم يتفاجأ أحد بما جرى يوم الغذي لكن كل منهم استوعب الأمر على طريقته خطة الالتفاف كانت موضوعة من زمن وساعة الصفر كان يهيأ لها ولذلك ترى نزاعا خفيا في مسألة جيش أسامة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله على الأقل في موقف الحجي أراد أن يخربت لهم ساعة الصفر وعندما دخلوا ليلا إلى المدينة قال طرأ المدينة الليلة شر مستطير فإذا ما في مفاجأة على الإطلاق كانوا يعلمون ذلك تمام المعرف نعم اسمح لي سمحت الشيخ تلقى التصال أول في حلقة الليلة بسام من العراق سلام عليكم تفضلوا سلام عليكم شوان صاحب أحمد وعليكم السلام بسام لو سمحت ترفع صوتك لنسمعك بوضوح كرما لأمرا كل عام وتكر مناسبة وأنت بخير جعل الله وإياكم إن شاء مع محمد وآله محمد يا الله صلى الله عليه وسلم العفو شيخنا الكريم السؤال بالنسبة لعيد الغدير النبي سلام الله عليه بلغ أيام مكان هو في الحج لأنه آله الرسول بلغ ما أنزل إليك ليش تأجل الموضوع إلى عيد الغدير اللي هو اليوم 18 من ذو الحج يعني هاي تسعة أيام احنا بيوم عرف ليش مكان الإعلان إذا كان التبليغ فيه والنبي هو في مكة ليش انتظر النبي يصل إلى الغدير وهي مسافة يعني مسافة تقريبا بالمئة كيلومتر إلى أن وصل للغدير ليش هاي المسافة هل كانت هناك توازنات معينة الرسول يعني من حقه أن يؤجل أمر الله إلى هاي المدة ليش بس هذا السؤال نعم شكرا لك بسام أبو محمد من العراق السلام عليكم السلام عليكم وعفا من لبنان أبو محمد تفضلوا سلام عليكم مولانا عليكم السلام مولاك النبي بولادة بعيد الغدير والله يجعلنا من المرتمسين كيف يولاية كامير المؤمنين بالحق لأمد وآل محمد مولانا السؤال بس خارج الخلقة تفضلوا بعد أمرك يعني مستأذن منك بس أبو محمد لو سمحت بس صوت التلفاز لو تخفضه قليلا تكرم مولانا في بنت عمي شافة منامة نعم بنت عمي شافة بمنامة بالسماء مكتوب أشهد أن لا إله لله وأشهد أن محمد رسول الله وفي حد آية اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير والرازكين بعد الشاي بتشوف نور مكتوب فيه رقم 11 على هي صارت تدعي بس بدأت تعرف شو شو ده هالمنام يعني هي إن شاء الله مؤمنية من بعد إذنك نعم وأجركم الله والسلام عليكم شكرا شكرا أبو محمد تفضل سمحت الشيخ بس سامحة حبيبي المتتبع يجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد بلغ ما بلغه في الغدير يوم عرفه في كل الموسم كان رسول الله يبلغ يوم الغدير أخذ لعلي البيعة أخذ لعلي البيعة بإمرة المؤمنين حتى قال قائلهم بخن بخن لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمن التفت أنت لما بيكون في عندك بلاغ خطير تبسه الإذاعات على الهواء مباشرة ثم تعيده ثم تستقطب المحللين لتحليل الخطاب هذا أمر طبيعي أن يتكرر هذا التبليغ من رسول الله صلى الله عليه وآله في عرفة في التفت أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله لا يريد أن يبخس الأنصار حقهم إعلان تاريخي مثل هذا لا تأخذ البيعة له مغفلن الأنصار هم عيبة رسول الله جلدة بين عينه ما بيقدر وقت اللي بده يعلن إعلان مثل هذا يعلن عند قريش حتى تدخل قريش على الخط فتقول للأنصار قد أمر عليكم ابن عمه في مكة كمان الجغرافية هون بتلعب دور يريد أن يراكم في القلوب رسول الله كأنه عم بيحكي من عندي لا يوجد روية لكن قدر متيقن أنه بلغ يوم عرفة أن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب أولى بالمؤمنين ولكن البيعة لعلي البيعة البيعة نعم نعم أبو علي من العراق سلام عليكم تفضل السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة إن شاء الله أبو الله أجركم بأعلى أيمان عليه السلام بوركتم حياتي لكم لشيخ الجليل حياتي الله بالأزحمة أذكر الشيخ الجليل وردت آية المس وآية اللمس آية آية المس لا يمسه إلا المطهرون وآية اللمس لا يمسه من النساء ما هو التفسير تفسيركم لمعنى الآية كين وعظم الله أجركم إن شاء الله بولاية أمير المؤمنين شكرا جزيلا أبو علي علي من العراق علي أبو علي ما عم يسمعنا يبدو أبو علي طيب سمحش هتفضل بالمتابعة هلا أنا لا أزعم أني ضليع في مسألة المنامات أبو محمد والبرنامج تعرف مش لي هذا الأمر ولا يعني كان بيعد العدي واحد بيشوف ماذا قال أئمتنا في المنامات الرؤى بعضها أبغاث أحلام كما ورد في الروايات وبعضها لا رؤية حتى قال رسول الله الرؤية جزء من سبعين جزء من النبوة صلى الله عليه وآله فهذه الرؤية رأت الشهادتين في السماء ثم الملفت أنها رأت آية المائدة التي طلب بها عيسى عيسى صلوات الله وسلامه عليه بناء على طلب الحواريين والمائدة تثبيت لإيمانهم من جهة وطمأن لنفوسهم من جهة وعيد لهم من جهة أخرى كما شرحت الآية ترى هل هذه المائدة بشارة بأمن واطمأنان وعيد يفرح به الأولون والآخرون لأولنا وأخر نعم وكمان نقول رقم 11 شايفت هلأ رقم 11 شوف بحسابات الجمل ما في رقم 11 في واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانية مية تسعين مية متين ثلاثمية أربعمية خمسمية إلى تسعمائة يعني أبجد هوس لا بتركب على 11 يعني فيك تركب سبعة وأربعة أربعة شو بتطلع كيف يعني لست ضليعا في هذا الأمر إذا نحينا منح حسابات الجمل أما ال 11 واحد يعني بتجمعهم مع بعض بيطلعوا اثنين يعني واحد زائد واحد اثنين هل هناك رمز في القرآن لرقم 11 الآن لا يحضرني لا يحضرني خلينا نشوف خليها تشوف قريبتك بصورة المائدة الآية رقم 11 ماذا تقول أيضا الآن لا تحضرني على أي حال بالنهي أنا لا أزعم أني مفسر للأحلق أبو علي فرق في الآيتين بين اللمس والمس أما المس فمس الشيء بأي عضو من الجسم أما لامستم النساء يعني جرى جرت مواقعة كامل بما يوجب الغسل بما يوجب الحدث الأكبر نعم وجيء السياق واضح تماما مش لمستم النساء لامستم فيها معنى أعمق حتى بالجرس اللظر ولذا اشتبه بعض المسلمين فإذا كان متوضي وصافح امرأة محرم عليه أو غير محرم يبطل وضوءه في فقههم نعم لأن لا يبطل الوضوء إلا بالملامسة وهي المواقعة التامة نعم طيب عودا إلى البحث سماحت الشيخ عنا سؤال بيقول ماذا يعني قتال علي عليه السلام على التأويل تأويل القرآن أولا هل صدرت إجازة من الله ورسوله لأحد من المسلمين بالقتال على تأويل القرآن إلا علي عليه السلام هل هناك إجماع بين المسلمين أن الذين خرجوا على علي كانوا بغاة في الجمل أو في صفين أو في النهر بغوا يا عمار تقتلك الفئة الباب صاروا يشتغلوا معاوي وعمر بن عام عندما قتل عمار ارتج عليهم قالوا أخرجه علي قتله الذي أخرجه وشارة الإمام علي أرسل رسال قال كما قتل رسول الله عمه حمزة حين أخرجه يوم أحد قالوا من عم تضحكوا أنتم علي وحين التبر والذهاب المصفى وباقي والذهاب نفسه وقع فهلا حدا حدا يقول لي تأولوا تابوا إلى آخر أنا شهدت البغي ولم أشهد التأويل ولا التوبة ما شهدته إلا باغيا ولم يتب معاوية ما غنقل لنا التاريخ أن معاوية تابة في قتاله وأنه تأول شو تأول تقتلك الفئة الباغية يتأول في مقابل رسول الله صلى الله عليه وآله ما زابط وهونيك قرن في بيوتك كنا ولد ممنوع الخروج وخرجت تقاتل علي عليه السلام نعم نعم لا توقف معنى سمحت شيخ أبو مصطفى من العراق أبو مصطفى السلام عليكم تفضلوا مرحبا سيد أحمد وعليكم السلام أهلا بكم تفضلوا الله يخليكم يسلم شيخ الفاضل سؤال هو أل يمكن أن نعتبر أن رزية الخميس هي امتداد أو نتيجة لعملية عيد الغدير نعم سؤال آخر أبو مصطفى شكرا شكرا لك أبو حوراء من العراق السلام عليكم أبو حوراء تفضلوا سلام عليكم وعليكم السلام والرحمة مبارك عليكم غدو غدير سلنت شيخنا الفاضل لقد وفقت فأبدعت أحسنت كانت مقدمة جيدة جدا المصطفى حياك الله سؤال عندي إذا أمكن لقد شربت في حديثك أن علي مع القرآن والقرآن مع علي ما معنى القرآن مع علي إذا أمكن توضيح هذا نعم لخدمتكم شكرا لك أبو حوراء تفضل فأزا برجع لموضوعك نعم قاتل على التأويل في أحكام لقتال المسلمين بين بعضهم البعض قتال الفئة الباغية عدرا عدرا بسكر يلا يلا ما تأخذ حدا علي سلام عليكم تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة أخي علي تفضل وكل عام وعنتم بخير إن شاء الله وعنتم بألف خير تفضل تحياتنا للشيخ محمد إن شاء الله حياك الله حياك الله شيخ نشار دي شيخنا بس سؤال أبويب الأنصاري المدفون في تركيا ما هو موقف المذهب الجعفري منه إذا ترر سؤالك وشوي شوي إذا أبويب الأنصاري المدفون في تركيا في إسطنبول ما هو موقف المذهب الجعفري منه الأنصاري المدفون في تركيا موقف المذهب الجعفري في ذلك نعم شكرا أخي علي ما بقى فينا ناخد أسئلي خلص القتال على التأويل قتل على التأويل بإجماع المسلمين بين أحكاما ما كانوا يعرفونها وأقره المسلمون عليها إلى الآن لا أعلم أحد خالف عليا إذن علي قتل على التأويل شاء من شاء وأبى من أبى كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله على تنزيل القرآن وكان علي شريكا في قتال التأويل أيضا التنزيل التنزيل عفو أداش هذه الحدود قلت أنا في المقدمة حدود أن زوج رسول الله عائشة قاتلها علي كم هو الهامش المعطل عليه في القتال على التأويل هامش أن يقاتل زوج النبي الله قاتلها أو ما قاتلها عندما وضعت الحرب أوزارها ردها إلى بيتها بس أثناء الحرب لا كان يأمر أن يعرق بالجمال لأنه شكل صنمية للجنود من حولها وخاصة لبني ضبا كان يرشقه الهودج بالسهام إذن في قتال قاتل بحق أو بباطل الذي يقول أنه قاتل بباطل خارج ملة الإسلام لأنه هو الإمام الإمام بالنص كما نقول والإمام بالشورى كما يقول والخروج عليه محرم بكل وجوه التحري حدود قتال علي على التأويل تشمل بيت النبي في أكتر من هك تشمل الزبير وطلحة يعني تشمل المهاجرين تشمل الأنصار كان معهم طبعا قلي قليل جدا ربما أفراد من الأنصار تشمل كل هؤلاء الذين قاتلهم علي عليه السلام قاتل قريشا وصل حدود قتاله إلى حجورات النبي زوج النبي وصل قتاله إلى المهاجرين وصل قتاله إلى الأنصار إلى التابعين إلى الصحابة بعضهم بدري استشهد مع علي بدريون وكان بدريون في مقابل علي وإن كانوا قلهم هذه الحدود لمن أعطيت هل يجر أحد أن يقول إن قتاله كان بغير حق خلي حط عينه بعيني هو الولي بكيف ما قلبت المسألة إذن لما بيقول رسول الله صلى الله عليه وآله يقاتل على تأويل القرآن كما قتلت على تنزيله إذن تأويل القرآن له هامش يعطى من الله ورسوله وليس كل من اختيار والله أعطي في السر ويأول تأويل أن تجعل القرآن يتحرك حكما شرعيا كيف بتسيله هم آية النجوة ما حدا منهم صار في فلس إجا قال لهم بكون تحكم مع النبي قدموا بين يدينا قدموا بين يدينا جواكم صدقة ما عمل بها إلا علي حتى نسخت الآي هذا عمل مش تأويل فكيف يؤتمنون على التأويل طيب رزية يوم الخميس كانت نتاجا للغدير حتما بلا أي تردد ملتلك الأطراف كلها تتحسب لهذا الشأن من يوم الدار من منكم يؤذرني على هذا الأمر ويكون أخي هلأ قبل يوم الدار منحكي ساعات وكان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي من أخلاقه في كل يوم علما كان ينضغ اللقمة ثم يلقمنيها يمسني عرفة يشمني عرفة ويمسني عرقة هكي تربع عليهم شو ما شايفينه أولم يروا علي عندما قضم آنافهم وهو طفل يدافع عن رسول الله يا قضم قدم آنافهم وآذانهم للأولاد اللي كانوا شغلهم أبو لهب ومرتو حمال حتى قيل له يا قدم ما شايفينه لعلي ولنا أعمى أعمى من لا يرى علي واحد من ثلاثة ساجدين بجوار النبي النبي وعلي وجعفر شايفينه ما سمعوا أبو طالب عندما ولد رسول الله قال يمر سبت وأبشرك بوصيه لفاطمة بنت أسد ما سمعوها ونحن سمعناها هم ما عارفنين من كان يسند له الوحيد اللي كان يسند ظاهره إلى حائط الكعبة عبد المطلب وأبو طالب ما بيعرفوهم مننين بيعرفوهم ما بدي أحكي بدي أحكي من يوم الدار الله عم يقول يمكرون ويمكروا الله إذن المكر شغل المكر فقط على رسول الله ولا على استمرار هل لنا من الأمر من شيء هل لنا من الأمر من عارفين يعني عارفنين ومدقئين بالموضوع تماما فرزية يوم الخميس كانت النتاج الطبيعي مش للغدير فقط لهذا التراكم الذي وصل إلى الذروة يوم الغدير طيب اسمح لي بفاصل إيه شعله فاصل فما نتابع مشاهدين أبقى معه ترجمة نانسي قنقر محمد وكمال تأويل الكتاب غدا وإلى معاريج السماء محمد يرقى فيلقى عند سدرتها ويقيم صرحا للجهاد محمد من ذا الذي صرع العتات ثوى في خندق الأحزاب نادى محمد من ذا لعمر فانبرى يمضي وكذاك في أحد أصيب محمد فر الجميع وكان كرارا فلرحمة الباري علينا محمد والصدمة الكبرى على الأعداء ومدينة العلم العظيم محمد والباب للصرح المبين غدا فاعلم لواء الحمد باسم محمد ونراه في يوم القيامة مع والحوض يهم الورد ملك محمد لكن ما الصاقي عليه غدا وأتم بالإيمان دين محمد وبها تسمى يوم خندقهم أعطى إلهي كوثرا لمحمد من زوجت طهر البتول سوى ويحج في بيت الإله محمد أوليس من بيت الإله أتى والجنة المثلى لدين محمد لكن بشرط دخولها تهوى والنار ما خلقت وحق محمد إلا لتصل الحاقدين على والجنة والنار قل لمحمد وقصيمها يوم الحساب غدا وعلي يدعو ربه بمحمد ومحمد يدعو بحق أخي علي ويدعو 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 بحق أخي علي المصبية علي مع القرآن والقرآن مع علي علي مع القرآن يعني إذا جبت النموذج الأرق الذي أخرجه محمد صلى الله عليه وآله والقرآن من يكون علي عليه السلام ليش اسمه حجة الله لماذا يختار الله حججا على خلقه شو معنى حجي يحتج الله به على الخلق حتى ما توقف حضرتك وحضرته يوم القيامة أتأذن لنا يا ربنا يا خالقنا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمة فإن أذن لك فقلت له يا رب إن دينك صعب مستصعب لم نجد من طبقه بنسبة مئة بالمئة لولا أنه قد ادخر حججا لكانت لك الحج على ربك بالغة فما حاجته أن يخلقك قل فلله حجة البالغ ولذلك ثمت نماذج لا تخل الأرض منهم إذا خلت الأرض من إمام ساخت ساخت لأهلهم حتى يبقى النموذج الأرقى علي مع القرآن والقرآن كلام الله هذا نتاجه فضل والقرآن مع علي لأنه نصب حارساً عليه فهو الأعلم به والأعمل به الأعلم والأعمل طبعاً رحم الله أبو فراس خلوا الفخار لعمالين إن عملوا لعلامين إن علموا عند السؤال وعمالين إن عملوا ولا الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضى إن أنصف الحكم إلى أن أنهى قصيدته العام الكبيرة عن جد رحمه الله هذا أمير فلا أخاف وقد أمسيت عبدهم والعبد يسلم إن ساداته سلم بمثل هذا فليأتي الشعر على أي تحا الأعلم والأعمل به فهذا مع ذاك وذاك مع هذا والتحالف وشيج لا يمكن فككه والله لولا علي سيحت آيات القرآن على مقاس السلطة ومنعوا منعوا تدوين السنة ومنعوا تفسير القرآن ومنعوا منعوا فرقا وخوفا ومع ذلك أبا علي وولد علي إلا أن يكونوا هؤلاء الحلفاء طيب علي من العراق عندما انسحب الروم من اليرموك لطالما شرحت هذا الأمر ما معقولي قوة عظمى كالروم كانت على مشارف المدينة شو تبوك شو مؤتة هذا مشارف المدينة نعم يبدك ألف كيلو متر بتوصى هدي بحسابات الحروب شو يعني وأقل من ألف كيلو متر وإذا بعد سنتين تسقط دماشق يعني ما هذا الانقلاب العسكري الهائل نعم قلت وأقول فطن لها هرقل لما نقل النبي دعي الفلاحين وشأنه يعني نازلني ثقافيا علم أنه ثقافيا لا يصمد أمام هذا الاندفاع الثقافي الذي لم تشهده البشرية هيمنة القرآن البديل قاقعة السلاح لا صوت يعلو فوق صوت المعركة نضطر نقدم أراضي ايه من أقدم أراضي ليش بدنا ما نقدم أراضي سحب معه متنصرة العرب كلهم لخم جزام طاي إلى آخره وحطهم دروع طيب كان معاوية ابن أبي سفيان يدفع مئة ألف ديناريوس هو والي على الشام وبقي يدفعها ويدفعها ولده إلى الروم نصف طون ذهب سنويا يدفعها إلى الروم إلى زمان عبد الملك إبن مروان تمنع عنهم طيب كيف وصلوا على أسوار القسطنطيني وان راحت هاي البشر يعني انطاقيا وغيرها التي كانت حاضرة كيف توغل المسلمون إذا بدنا نقول أبو أيوب الأنصاري مدفون على أسوار القسطنطيني وان راحوا هاي الناس هن الروم وان راحوا الذين كانوا يدفعون المسلمين إتاوى رغم هزيمتهم وهذا أمر يجب بحثه في التاريخ وبحثه بمجلدات على المستوى الشخصي هي من ملاحم السلطة يعني مما سجلته السلطة أنها قاتلت ووصلت إلى أسوار القسطنطيني أبدا وهذا إذا دخلنا في نقاش فيه يحتاج إلى بحث تاريخي معمق قناعتي أنه ثم تشتباه من المؤرخين لكن الاشتباه من شأه إعازات السلطة وخاصة الأمويين أنه والله غزى يزيد وأول جاش وكان معه أبو أيوب الأم في مئات الألوف من البشر كانوا موجودين بها المنطقة كيف بك تخترق الأناضول كله تركيا كلها لتصل إلى القسطنطينيين وان راحوا الناس ما سمعنا أن تركيا أسلمت آنذاك وانك وانك وكانت انطاقيا بعدها بيد المسيحيين وفيها كرسي رسولي وكان العرب المتنصرا أن أطع ذكرهم ما حدنا سمعنا فيهم جعلوا شريطا حدوديا يهددوا بهم الأمبراطور معاوية ويزيد بن معاوية ومروان بن الحكم يدفعهم إتاوة مستبعد جدا أن يكون هذا الأمر قد حصل نعم السلطة تنسج وطبعا تجمي اليزيد أنه أول جيش وصل إلى شو وصلوا على أصلا دعم لوجستي لقطع هذه المسافة ما كان المسلمون يملكونه يعني من دمشق إلى القسطنطيني مئات الكيلومترات بعدين الناس كلها استسلمت هربوا كان فيه أنا ذاك لأنا دول تركيا أربعين مليون بني آدم أنا ذاك أربعين مليون أربعين مليون يعني بينك وبين القسطنطيني فيه أربعين مليون بني آدم في الأراضي السورية وفي الأراضي التركية لوصولا إلى أقصى شمال تركيا كيف تلاشر على أي اتحاق أي اليوم عيد الغدير وأحيانا يكون هناك لبعض الأصدقاء حق حقيقة ليلة أحببت أن أهدي ثواب هذه الحلقة للمرحوم الحج أبي هاشم الصديق الغالي رحمه الله رحمه الله أتمنى منكم قراءة الفاتحة له وفاءا لحقه وحق عائلته بشكل عام ولا أحب أن أستطرد في كل الإسم هم يعرفون أنفسهم ووفاءا لروحه ولصداقته المتينة معي كانت أحببت في يوم الغدير أن يعني أرسل إلى روحه ثواب هذه الحلقة مع تمنيتي من إخواني أن يقرأ له الفاتحة شكرا لله ثم لكم سماحة الشيخة شكرا موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة هذه تحيانا والسلام عليكم السلام ورحمة الله اشتركوا في القناة